مشاهدين المعركة الرئاسية الأمريكية طبعا تويتر سيلعب دورا كبيرا في هذه المعركة خصوصا أنه في الانتخابات السابقة كان اعترف في الرئيس ترامب أنه تويتر كان ممتاز خلال حملة الرئاسة وبالتالي لعب دور كبير جدا بنجاحه وأيضا انكشافه على الإعلام ومواجهة الإعلام الآن بعض الأرقام الجديدة بالنسبة إلى إن كان تموضع وسائل الإعلام من ناحية شاشات التلفزة أو وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت بحد ذاتها بشكل منفصل عن تواصل الاجتماع ماذا عن الإنترنت هنا لكن ضمن مواقع التواصل الاجتماعي نشأت أنه في بريطانيا المنصات عن التواصل هي مصدر أساسي للأخبار في أكثر بلد أوروبي عم يكون هو بريطانيا وأكبر بلد في العالم أمريكا أورمانيا أسبانيا كلها جنوبية والأرجنطين أما ماذا عن التلفزيون وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي يظل التلفزيون ومحطات التلفزة وخصوصا الأثناء العاجل وأثناء الأحداث المهمة والكبيرة دائما ما يعني المشاهدين فورا يذهبون إلى التلفزة لأخذ التفاصيل بشكل أكثر نلاحظ ذلك أنه 71% 60% ولكن النمو عم بيكون بشكل تصاعد كبير جدا عم بيكون بالنسبة إلى التواصل الاجتماع بشكل اكسبوننشل عم بيكون أو ارتفاع أسي عم بيكون 47% 47% لاحظوا حجم النمو العم بيكون بالنسبة إلى هذه الدول وإننا بريطانيا هي على رأس هذه الدول بعض الأرقام أيضا المهمة خصوصا أنه بالنسبة إلى التغريدات نعود إلى عنوان هذه الفقرة عن التويتر عدد التغريدات لاحظوا القفزة الكبيرة جدا خصوصا بعض الانتخابات هنا لاحظوا كيف عدد التغريدات الشهرية بالنسبة إلى وخصوصا عند ما يكون هناك الملفات احتدام المعركة التجارية مع الصين كورونا أيضا لكن دائما تويتر حاضر مع الرئيس الأمريكي حتى أنه الرقم هو خرافة عم شهر 350 في المائة عدد التغريدات صار فيه ارتفاع ونمو منذ عام 2016 وطبيعي أنه يجذب الحساب لأنه يصبح هو صاحب القرار الأول وهنا عم نشهد أنه بالنسبة إلى أبرز الهاشتاكز التي تم استخدامها بالنسبة إلى ترامب 2016 Make America Great Again هذا يعني ترامب 2016 وكل هذه أمريكا فرست أخذت نوعا ما من شهرة كبيرة جدا وإقبال كبير وخصوصا أنه من شهد ماذا عن ترامب بايدن هذه المرة عدد المتابعين لحساب ترامب طبعا هو على بكثير من بايدن ولكن بايدن أيضا يتقدم عم نشهد لاحظوا القفزة الكبيرة جدا نتكلم نحن بريل ترامب طبعا هنا 85-86 مليون حاليا ومن 12 مليون عندما استنم الحكم نلاحظوا القفزة الكبيرة وهو نشيط جدا ترامب على تويتر حتى أيضا ممكن أنه كان في فترة سابقة يكتب أربعة الفجر ثلاث الفجر بسهولة نجد تغريدات متتالية أنه ممكن 570 في المئة ماذا عن المقارنة مع بايدن خصوصا بايدن يتحرق وكان ترامب اتهم بايدن أو يعني قال أنه بايدن لا يكتب شخصيا التغريدات وبالتالي هناك أحد يكتب له أو الفريق المعدوي يكتب بينما الشهور عن ترامب أنه شخصيا يستعمل وخصوصا عندما يأخذ الأحرف الكبيرة في التغريدات ليعطي أهمية لكلمة ما أو أخرى نمو عدد المتابعين نتكلم عن بايدن على تويتر بآخر ستة أشهر كان هناك نمو كبير جدا أيضا نتكلم بـ 112 في المئة عدد التغريدات حاليا 5700 العدد قليل ولكن من متوقع أنه يزيد أكثر وأكثر وبمايو 2018 كان فقط ألف واربعين نتكلم هنا فقط في المناسبات وليس بشكل يومي تقريبا أو بشكل يومين بالنسبة إلى الترامب أما بالنسبة إلى التحديات بالنسبة إلى ذلك نشار أنه تويتر وجوجل التعهد هنا دخلوا على خط الشركتين وممكن أنه يعني صار بعض الأوانين وصار في بعض التعليق بعض التغريدات التعهد بإزالة كل المعلومات الخاطئة وخصوصا التي تتعلق بكورونا ليس فقط المرشحين ولكن بشكل عام التي يتم نشرها أيضا عن الانتخابات مايكروسوفت أعلنت أنه تعرضت لقرصنا بمن لهم صلة بروسيا والصين وإيران وبسبب ما السبب كان محاولة تجسس على المرشحين للرئاسة الأمريكية عبر الإنترنت طبعا بالنسبة كما ذكرنا سنشاهد كيف سيكون تويتر دائما السلاح الكبير والقوي في المعركة الانتخابية موسيقى موسيقى